هل ننتقل إلى توقعات الدول العربية أو الوطن العربي؟ ننتقل إن شاء الله سنأخذ بشكل ملخص ومهم سوريا نريد أن نحافظ في نفس الوقت نحن ننبق وكت نحاول نختصر سوريا على رئيس الأسد بعين الخطر الدولار يتعدى حاجز 10 ألاف ليرة تظاهرات تطالب بإسقاط النظام وجهات الأمنية تتخذ موقف المتفرج الرئيس الأسد في خطاب ناري الجيش السوري داخل الحدود وخارج الحدود في دولة مجاورة الجيش التركي داخل أراضي السورية تحت ذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني قوات سوريا الديمقراطية على خط النار قرار عفو عن معارضين وعن سجناء ومتخلفين عن الخدمة العسكرية سلطان الطرب يفجع الشارع تقرير يتناول سيرة حياة الفنانة مناواصف ومشوارها الفني فلسطين حرائق في باحة المسجد الأقصى جنازة مهيبة تخرج من القدس حنان شعراوي بين المرض وخبار قليم تقارب إسرائيلي فلسطيني وتباعد فلسطيني فلسطيني بن كفير يبارك متزرة متطرفون يهود بحق فلسطينيين عزل نيتنياهو ينجح مع اليمين المتطرف بقيادة بن كفير بتشكيل الحكومة حلأ في تل أبيب وصافرات الإنذار في كل مكان غزة على موعد مع مواجهة تحت النار سلاح الجو الإسرائيلي خارج الحدود انتفاضة ثالثة على الأبواب لبنان السيد حسن نصر الله بين الظهور والاختفاء عن الأنظار بين الحاضر وأحداث 2006 مجرد شرارة من عود كبريت رئيس الجمهورية القادم من خلفية عسكرية الحريري الأبن والأب بنفس المشهد الوسط الغنائي في حزن الوشاح الأسود في قناة MTV الفضائية حدث كبير والأنظار تتجه نحو السفارة الأمريكية الأحكام العرفية في طرابلس اغتيال يطال شخصية سياسية من مجلس النواب نبيه بري خارج رئاسة مجلس النواب السعودية تسفير العمال الأجنبية خارج المملكة اكتشاف حق الغاز جديد الأضواء على الأمير محمد بن سلمان وستكون له زيارات خارج أرض المملكة وخارج الأراضي العربية حادث يتعلق بأمير في الجو موسم الحج يستقطب عدد محدد من الحجاج الإفراج عن سجناء بقرار ملكي الجراد يغزو أراضي المملكة الإمام المهدي من داخل الحرام الملكي حزن وفرح من داخل العائلة المالكة الكويت الشيخ نوافل أحمد لا يطيل الجلوس على كرسي الإمارة والشيخ مشعل الأحمد رجل المرحلة القادمة الفساد ينخر المؤسسات ومحاكمات بحق شخصيات بارزة الأمة تنتفض على الأمة والأمن يتدخل فضيحة أخلاقية تطيح بشخصية سياسية اغتيال من داخل مجلس الأمة التلفزيون يذيع خبر أليم البدون يحصلون على حقوق بالعمل والوظيفة والمواطنة والمستمسكات الرسمية البدون يحلون محل العيد العاملة الأجنبية في خطاة واسعة الإمارات العلم يحلق فوق سطح القمر التداول الرقمي يكتسح الأنشطة التجارية وإقبال وترويج العملات الرقمية الأمن ينجح بالإطاحة بمؤامرة تستهدف أبراج من داخل البلاد بعد التجربة الناجحة في قطر الاتحاد الكروي يدفع الكثير بالنهوض بالكرة التجسز والهكر بأواج عظمته حداد رسمي لشخصية نسائية بارزة خلينا نشوف شنو من الأهم من الدول عندك مصر يمكن ما ذكرناها بعد هو رح أكمل الدول الأخرى إن شاء الله يلا تفضل يعني الوقت كل اشتراء على الحافظ قطر بشكل سريع الدوحة تهدد بقطع الغاز الطبيعي عن أوروبا كرد لاتهامها بقضايا فساد متعلقة بالمونديال مشهد قاسي من داخل ستوديو الجزيرة استثمارات تحمل اسم قطر في دول عربية تعاني من الوضع الاقتصادي المتردي دور سياسي تلعبه قطر على مستوى خلاف بين دولتين عظمى البحرين شائعات حول صحة الملك وتنحيه عن السلطة تظاهرات في الشارع بدعم خارجي تخريب يلحق بالسفارة الإسرائيلية حرائق في دوار اللؤلؤة اليمن دعوات المجلس الانتقالي للانفصال تواجب الرفض الدولي عملية ضخمة في المياه الإقليمية والحوثية تبنى عدن تستعيد أنفاسها وتسترجع تراثها الرئيس اليمني في زاوية موشح بالظلام نجل صالح سيكون له الدور الفاعل في المرحلة القادمة بمساعدة دولة من الدول الجوار عمان اكتشاف حق الغاز طبيعي وحق النفطي جديد زيادة في فرص العمل ورواتب الموظفين والعاملين في السلطنة الإعلان عن فتح أول سفارة إسرائيلية في مسقط المغرب حقائق تكشف لأول مرة حول مباراة فرنسا والمغرب في مونديال قطر تورط الحكم وجهات أخرى بما فيهم الرقراكي في فضيحة رشوة بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر المغرب أقرب لاستضافة مونديال 2030 استخدام الخلايا الشمسية كتعويض عن الطاقة الكهربائية أفراح المونديال تنعكس بأحزان صوت أمازيغي نساء يشذب الأنظار خطاب ملكي يرجعنا بالذاكرة لخطبة الوداع الملك يعلن عن سلسلة تغييرات جذرية الأنظار نحو حادث في الجو اسم الجعايدي يرتبط بحادث في البلاد الملكي الجزائر زيادة بأجور الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود انتعاش اقتصادي يقابله انتكاس سياسي جهات سياسية تصعد وطيرة الخلافات مع المغرب الرئيس تبون في حالة صحية حرجة وله طولة العمر انقلاب من داخل المنظومة العسكرية والجيش يمسك السيطرة على الأرض الطوارئ اللي حدثين أحدهما سياسي والآخر بيئي فاجعة تلحق بسلاح الجو العفو عن سجناء وموقفون وموقفين عفوا مفسدون من على شاشات التلفاز الدعوة لانتخابات مبكرة الخداة في التلفزيون الرسمي ليبيا الاغتيال أو المرض يغيب شخصية سياسية عسكرية بارزة مصادر تكشف عن مكان دفن معمر القذافي انفجار يطال سفارة دولة أوروبية الإعلام يتداول سيرة حياة سيف الإسلام صور الزعيم الراحل ترفع في المدارس بعد فشلهم في العام الماضي الأطراف السياسية بمساعدة أممية تتفق على وضع قاعدة دستورية للانتخابات على نهاية العام مستحسن نختار لي من اللي بقت بإيدك أهم شيء خلصت عندي بعد تونس ومصر والسودان نأخذ فقط مصر مصر الجيش في المواجهة خارج الحدود الحكومة تضع يدها في جيوب المغتربين بقرارات سياسية محنكة حادث سير يغيب فنان محبوب عمر أديب يواجه السخرية والانتقاد بواجهة السخرية والانتقاد تغريدة تتسبب بانتحار جماعي بيع لممتلكات الدولة في المزاد العلني حصص قناة السويس بيد الاستثمار الأجنبي والعودة إلى ما قبل التأميم الجيش في الشوارع والأزقة وحماية دور العبادة التطرف يضرب رموز الكنيسة القبطية الإسكندرية تغرق والقاهرة ترقص على أوجاع انتفاضة الجياء الحداد في القناة الرسمية طيب خلينا هنا نتوقف شوي عن الدول العربية بيها الإيجابي وبيها الحقيقة اللي يثير الرهبة والخوف أغلب السلبي يعني نعم